ضمن أنشطتها في المشاركة المجتمعية نظمت الجمعية الوطنية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية حملة لتبرع بالدم في مقر الجمعية وقد قال أمينو أسير بدر بندر الجندل إن الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك الدم تأتي ضمن أعمال الجمعية خلال الفترة الصيفية وتهدف إلى توفير مخزون من أكياس الدم من خلال المشاركة التطوعية المجتمعية الجمعية اليوم حبينا أن نشارك أهالي المنطقة وأهل الكويت في حملة تبرع بالدم وهذا جزء من عملنا في الجمعية وتميزنا في الساحة الجمعيات الخيرية نشاركة المجتمع في تنمية المجتمع من أجل توعية وفي محاضرات وفي خطة إن شاء الله مستقبلية لإدخال الجمعية داخل المجتمع الهدف من الجمعية هو إحنا دائما نسمع لنا بنك الدم محتاج دم فإحنا خذينا على نفسنا إنه إحنا لازم نشارك في جزء على الأقل بسيط في معبن قدام ترجمة نانسي قنقر